موسيقى الحصاد من الغد هنا في القاهرة أهلا بحضراتكم والبدأة بالملفات والعنوين نجيب ميقاتي يلوح بتدخل القوات اللبنانية حال استمر القتال في مخيم عين الحلوان أنصار المجلس العسكري في النيجري يحتاجون على العقوبات والإكواس تدرس التدخل المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في أول طعن على تعديلات القضائية المثيرة للجدد موسيقى إلى التفاصيل أهلا بحضراتكم وسط حالة من الترقب يخيم الهدوء على مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة أضافت أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مدينة الصيدة عقدت اجتماعا لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم أصفر القتال الذي تفجر قبل ستة أيام حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات فضلا عن تشريد الألف يخيّة إحنا ملينا من كل هذه الشغلات هذه يعني ما بنعرف شو القصة وشو المصالح شو في شوي بهدى الضرب وشوي بطلع الضرب يعني عنا أطفال عنا صغار بدنا يعني شوف هذه السهلة تفرج عليها ما في محل ما في دكان ما في شي الناس قاعدة ببيوتها خبز ما عد فيه مسكروا السهلة الطريق مسكر من هون مسكر من هون شو منامل إحنا محاصرين وإحنا بريت الحواجب بريت المخيم شو إلنا بدعوى بكل هالأصف نحنا من أول الأحداث لحديث الآن صار فاق العدد عن الألفان شخص يعني بان شخص يجي وشخص عم بروح وبدورنا إحنا عم نحاول نقدم يعني المساعدات لألون عن طريق الجمعيات أو عن طريق فاعلين الخير وبجهود الشباب طبعا كلجان مساجد كلجنة مسجد المصلي حصرا عم نحاول كمان نظهر من هذا المكان اللي هو طبعا منه ملف آمن عم نحاول نكون يعني هذا المركز يعني كمكان يجي الناس وبنفس اليوم يكونوا عم يظهروا على مكان آخر آمن يكون هذا قد حذرت مصادر طبية لبنانية من استمرار الأوضاع على ما هي عليه في مخيم عين الحلوى مشيرة إلى أنها لن تؤثر فقط على سكان المخيم وإنما على كل أهالي صيدة جنوب لبنان يأتي ذلك الأمر فيما أشارت تلك المصادر إلى ارتفاع عدد القتل نتيجة الاشتباكات في المخيم إلى 13 شخصا فضلا عن إصابة العشرات صالما منذ بدء الاشتباكات 58 حالة إصابة معظمها من حالات متوسطة وخفيفة بعض الحالات الحرجة التي أجري لها بعض العملات الجراحية طبعا عدد الإصابات يزداد خلال أثناء حدث الاشتباكات أو خفتها داخل المستشفى الحمد لله الأجواء الطبيعية مع أنه تعرضنا في فترة من الفترات لكظائف صاروخية يأتي هذا في الوقت الذي لوح رئيس الوزراء اللبناني نجيم ميقاتي بالتدخل عسكريا حل استمر الاقتتال في مخيم عين الحلوة قائلا إن استمراره يشكل انتهاكا واضحا صارخا للسيادة اللبنانية فرض الجيش اللبناني إشراءات أمنية مشددة عندما داخل المخيم أي تتم التطقيق في هوية المارة والسيارات في تلك الأثناء أعلن أمين سر حركة فتح في لبنان فتح أبو العردات أنه تم التأكيد باجتماع الفصائل على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة لما فيه من مصلحة فلسطينية ولبنانية مؤكدا أن لجنة التحقيق في أحداث المخيم بدأت في عملها بالتنصيق مع الأطراف اللبنانية هذه التفاصيل للجنة التحقيق لجنة التحقيق التي اشتكلت بدأت اليوم عملها وهي مشتركة من كافة الفصائل والقوى الإسلامية ولا بد أن أشير اليوم إلى أننا تلقينا اتصالات من الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين وكذلك اتصل برئيس الحكومة والأخ عزام الأحمد اتصل بنا اليوم مشرف الساحة ونحن مجتمعين وأكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وعمل اللجنة التحقيق كذلك اتصل الأخ إسماعيل هني أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحكيت معه أنا والأخ أبو ياسر وحكينا وأكد أمبيري حتصل فيه وبإستصل بساعة السفير أشرف دبور وكذلك الأمر اتفقنا جميعا على تثبيت وقف إطلاق النار لأن هذا الموضوع فيه مصلحة وطنية فلسطينية ولبنانية للتعليق نضم إلينا من بيروت سيادة العميد هشام جابر رئيس مركز الشرق لأندراسات والأبحاث أهلا بك سيادة العميد على شاشاتنا الغد يا أستاذ هشام أهلا بالقراءة في المعطيات ستة أيام من هذا الاقتتال قرابة الخمسين ألف يسكنون هذا المخيم نزوح بالألاف قرابة العشرين ألف نزحوا من المخيم خلاص يعني انتهى أمرهم منهم أكثر من عشرة ألف طفل يا سيادة العميد السؤال ما هو حجم الضرر اللبناني مما يدور في هذا المخيم من اقتتال داخل ما هو حجم الضرر على لبنان على الدولة على الناس على السيادة أولا حجم الضرر جسيم على الفلسطينيين على المدنيين الذين يدفعون التمن هذه الشبكات يعني هي الأعنف منذ عام 2017 مسلسل الشبكات الفلسطينية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة مستمر حتى كل ليلي في طراشق هذا الذي حصل هذا الأسبوع والأسبوع الماضي كان خطير جدا والحمد لله يعني حسب ما سمعنا وقف اطلاق النار نأمل أن يثبت هذا أو يصمد هذا الوقف اطلاق النار هذا المسلسل يا عزيزي أنا لا أعتقد أن ما حصل هو الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل ربما الحلقة قبل الأخيرة لأنه هذا المسلسل هو يقول يعني العلامه هذا أنه سراع بين فتح والإسلاميين هذا غير دقيق الكلام طيب الجملة معروفة سيد العميد إن عرف السبب بطل العاجب ما هو السبب في رأيك تمام السبب هو سراع 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 أممي ودولي يعني كل النزاع الدولية ترجم سراعا بالمسلحة على المخيم هناك سلاح ثقيل يعني يوم تسمع الصواريخ والقضائف الصاروخية التي تطلق كل يوم هذه ثمنها عشرات ألف دولارات يعني من يتعتمنها؟ هو سراع إقليمي ودولي حتى يترجم على بقعة صغيرة مساحتها تقريبا كيلو متر مربع وفيها أكتر يعني تصحيحا حوالي المئة ألف مدني بالمخيم والأحياء التعمير وغيرها هذا يمكن أن نستمر الضرر نعم نعم الضرر على لبنان كبير وخاصة الجغرافية يا عزيزي هو قرب مدينة الصيدة مدينة يعني عصمة الجنوب هناك قرى مسيحية يعني مية ومية وعين الحلوة ومغدوشة يعني لما في ذلك من حساسية هناك المخيم ملاصق لثقنة الجيش ثقنة الزغيب بصيدة يعني لا يستطيع تسمع كل ليلة يتراشق اليوم بعد هذه الاعتاسة الخطيرة هناك خوف كبير أن يتورط الجيش أو يسترج الجيش إلى دخول المخيم الجيش ممنوع من دخول المخيم بقرارات دولية كلمات رئيس الوزراء حتى لو كانت الحكومة غير مكتملة الأركان أو السيادة سعادة العميد هو قال سيد نجيب ميقاتي وحضر الرئيس الفلسطيني وحضر الجانب الفلسطيني ولوح بتدخل الجيش يعني الأمر مطروح يعني هذا السيناريو مطروح على الطاول لا غي الشباء الآن يعني هو قاله بوضوح يلوح بتدخل القوات اللبنانية حال استمر القتال في مخيم عين الحلو لا لا ليسمحنا سيد نجيب ميقاتي الصديقة العزيزة يعني ورئيس الحكومة لا لا الجيش لن يدخل ولا لن يتورط إلا بتغطية إقلامية ودولية نحن أمام نهر بارد جديد مع الفرق مع النهر البارد كبير عشرة أضعاف في السكان عن نهر البارد القوى العسكرية في المخيم عشرة أضعاف القوى العسكرية في نهر البارد اللي كانت ونهر البارد عينينا منه مخيم نهر البارد يضاف إلى ذلك الجغرافيا يعني لا لا يعني سمحنا الرئيس مياتي ورئيس حكومة مستقيلة أه بعرف بس الأمر العسكرية ودخول المخيم أو عالم دخوله تقررها قيادة الجيش هذا إذا دخل الجيش هناك بدون تغطية دولية مصيبة كبيرة طيب يعني حضرتك ببساطة تكون أنه جنبه صوف في تلك التصريحات طيب خيط مما ذكرت يا سيادة العام لا لا هذا السيناريو ليس بالأخير هو قبل الأخير طيب ما هو السيناريو الأخير في رأيك السيناريو الأخير أو أن معركة أشرس من هذه المعركة لتصفية الحسابات وربما يعني تتدحرج يعني إلى إدخال الجيش إلى تورط الجيش إلى خارج المخيم أو أنه الفصل الأخير في هذا المسلسل أو الحلقة الأخيرة أن يجمع السلاح الثقيل من المخيم هذه اللي جان كلها اللي قررت وقفة طلاق النار تفضل قرر بقرار حازم من السلطة الفلسطينية ومن الفصائل ومن الإسلاميين أن السلاح الثقيل لا يجب أن يكون بأيدي أحد بالمخيم يجمع يوضع في مكان تشرف عليه الإجارة اللبنانية وفلسطينية مشتركة إذا كان يعني أتصور أن هذا قرار ليس بالهيئة يا سيادة العميد وليس بالأمر يعني وليس كلمات لأنه هذا المسلح أي مكان هو تابع لفصيل إيش يعني هذا المسلح الرجل المسلح كانت أخذت روحه يعني أخذت السلاح وليس بالأمر البسيط هكذا يعني بين ليلة وضحاة بعرف بس هؤلاء نعم يا سيدي هؤلاء وكلاء يعني برجاء أقول لك في قوة وراهم تسلحهم وتدفع لهم عندما تتفق القوة هذا ليس قرار فلسطيني فلسطيني هذا قرار إقليمي هذه الدول وربما ما الدولي عندما يعني يتخذ قرار توفق عليه مختلف الأطراف الإقليمية على أن يجمع هذا السلاح في مكان ما وينزع يترك السلاح الفردي إذا كانت مزارة صبرة وشتيلة يعني خلقت فوبيا لا تزال لا بأس يترك سلاح فردي وكل لبنان فيه أسلحة فردية أما السلاح صغير وصواريخ لماذا لمقاومة من حتى الآن لم يطلق رصاصة واحدة أو صاروخ واحد من هذا المخيم على العدو الإسرائيلي العدو الإسرائيلي يتفرج العدو الإسرائيلي مستفيد من هذا الصراع ويحاول أن يورط حتى الجيش اللبناني ويسخل حزب الله كمان في هذه القصة الاستكباري كتير يلزم أشار أنا أفهمك سيد العميد وحتى أفهم ما بين طيات هذه الكلمات لكن لدينا وقاء على الأرض أولا هيئة العمل في فلسطين المشتركة يعني هي تبحث أو تسعي إلى واقف دائم لإطلاق النار هل فلحت كذلك لجنة التحقيق التي تم تشكيلها وصلت للشياس سيد العميد أو لا يعني المربع ما زال صفرة حتى الآن حتى الآن تمام يعني لنا تجربة بالعودة إلى نقطة الصفة أنا يجب أن أكون متفائن ومتمني أن يستمر ويصمد وقف اطلاق النار وهذه اللجان والتنصيق للحوار الفلسطيني الفلسطيني اللبناني تعاون اللبناني الفلسطيني ولجان التنصيق لتشتمع مرة واحدة وتقرر أن تثبت وقف اطلاق النار الثانيا لجان التحقيق لتحديد المسؤولية يجب أن تعمل بحرية بدون ضغط ثالثا كما ذكرنا يجب إيجاد حل جزري لموضوع السلاح التقيل داخل المخيق والتنظيمات الموجودة فيه المنها يعني خارجة على القانون ومنها ضمن القانون ومنها يعني مختلف مختلف أنواع التنظيمات موجودة فيه لذلك رحمة بالشعب الفلسطيني وبالجوار اللبناني المحيط فيه وأولاء ضيوفهم في بيتنا في بلدنا والأطفال الفلسطينيين رأيتم بأم العين كيف المستشفيات وكيف يعانوا نزح من المخيم الألاف كما علمنا إلى أن يذهبون هذا المخيم هو مخيم الشتات الفلسطيني الأول كما أعتقد كما يسمونه لذلك يجب ترك كل شيء جانبا والاهتمام لتثبيت إطلاق النار تثبيتا حقيقيا وثانيا تفعيل لجان التحقيق وثالثا العمل مع الدول الإقليمية والمؤثرة على الأخوة الفلسطينيين على الموافقة على جمع السلاح وخاصة التقيل منه ووضعه في مكان بإشراف فلسطيني لبناني مشترك الجيش اللبناني ينصق يوميا مع الأخوة الفلسطينيين عن طريق المخابرات إنما لا يستطيع أن يدخل إلى المخيم بقوة عسكري يعني هي دعوة من حضرتك لبناني محق في طرحه أنا بشكرك سيد العميد جزيلا من بيروت العميد الشامجاب الرئيس مركز الشرق لأدراسات والأبحاث شرفتنا على شاشة شكرا جزيلا تظاهر المائة في نيام عاصمة النيجر تأييدا للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم يتي هذا الأمر في الوقت الذي أبدت السينيغال استعدادها لإرسال جنود إلى ميجر على قررت مجموعة الإكواس ذلك الأمر تطورات متسارعة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم والرغبة الشعبية الواضحة والمدعومة بتوجه مسبق لدى الانقلابيين في إنهاء الدور الفرنسي في البلاد ويواصل الانقلابيون في النيجر خطواتهم نحو تدعيم مواقعهم في السلطة التي يقودها القائد السابق للحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني بينما كان رد الفعل الإفريقي الرسمي منقسما على نفسه ما بين معارضة الانقلاب أو تأييده باعتباره شأنا داخليا من منطلق الإحساس بالواجب والخوف فإن شعب النيجر يدرك خطورة الوضع الذي يواجه بلدنا لقد كنا دائما متوضعين ونستمع إلى جميع الأطراف المعنية ومنفتحين على الحوار يمكننا العمل معا لتهيئة الظروف للانتقال السلمي مما يؤدي في وقت قصير إلى انتخابات عامة وإلى نهج أفضل في حربنا ضد الإرهاب والمشكلات الاقتصادية يعد إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس خلال اجتماع لها في العاصمة الناجرية أبوجا إمكانية التدخل عسكريا في النيجر كخيار أخير أعلنت السنغال نيتها المشاركة في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك على الجانب الآخر حذرت مالي وبركينا فاسو في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم ومع إعلان حرب على وجد جواب ماكو ومع إعلان الحكومة الفرنسية انتهاء عملية إجلاء نفذتها لترحيل الفرنسيين ومواطني دول أخرى عن النيجر باتت حالة الفراغ السياسي في البلد الإفريقي واضحة للجميع في ظل ضعف كبير بالنفوذ الفرنسي في القارة الصمراء من جانبها تستعد روسيا لملء الفراغ الفرنسي في النيجر حيث احتشد المئات في العاصمة نيامي في مظاهرة مؤيدة للانقلاب العسكري رافعين أعلام النيجر وروسيا التي شددت على أن التهديد باستخدام القوة في النيجر لن يسهم في تسوية النزاع في وقت أشارت فيه الصين إلى اعتقادها بأن النيجر والدول في المنطقة تمتلك الحكمة والقدرة لإيجاد حل سياسي للوضع الراهن من جانبها أعلنت ألمانيا أنها سوف تعيد النظرة في علاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب الذي حدث مؤخرا كما علقت برلين مساعداتها الإمائية وأكدت متحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية أنها أوقفت بالفعل جميع المدفوعات إلى حكومة النيجر انقلاب قلب المعادلة من بلد مستقر آمن إلى انقلاب عسكري أدخل البلاد في دوامة المجهول النيجر كانت دائما ولسنوات طويلة نموذجا في الهدوء والاستقرار تغير الوضع مؤخرا وهو ما دفع الحكومة الألمانية لإعادة النظر بعلاقتها مع هذا البلد الذي يشهد دعما ألمانيا واسعا كما ينتشر جنود الألمان ويشرف على تدريب القوات الأمنية قرب الحدود مع مالي أعلن المسؤولون عن الانقلاب أنهم يريدون الالتزام بجميع الترتيبات والاتفاقية الدولية يجب الآن التحقق من ذلك لقد قلت بالفعل إننا أيضا بصدد البحث عن طرق بديلة لإخراج وحداتنا من مالي كل هذا يجري بالتوازي لأننا ببساطة لا نعرف حتى الآن ما سيحدث في النيجر ونحن نستعد للخيارات البديلة هذه التطورات الأخيرة دفعت برلين لإعادة النظر بعلاقتها مع نيامي بعد الانقلاب كما علقت مساعدتها في وقت تزداد فيه المخاوف من استغلال جماعات متطرفة لما يحدث وهو ما قد يفتح الباب للهجرة غير الشرعية نراقب الوضع باستمرار ونتفق مع مطالب الاتحاد الإفريقي والإيكواس بضرورة إعادة البلاد إلى النظام الديمقراطي يجب على قادة الإنقلاب إعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا حول انسحاب القوات الألمانية من النيجر على وزير الدفاع الألماني منذ أن تغير الوضع في البلاد دأبت إدارة الاستراتيجية والعمليات على فحص جميع الخيارات باستمرار سواء بالنسبة لقضية مالي أو لحماية الجنود الألمان في النيجر تراقب وحذر وسط ضغوط غربية ودولية ضد الانقلابيين في محاولة لإعادة ديمقراطية إلى بلد محوري في مكافحة الجماعات الإرهابية جهود يبدو أنها تصطدم بعناد العسكر ورفضهم إعادة النظام الدستوري للبلاد يمان شواف قناة الغد برلين تنظم لنا من القاهرة للتعليق سيدة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام المصرية أهلا بك سيدتي على شاشتنا الغد أولا كيف توصفين ما يدور في النيجر وهل ربما ما يدور هناك يمتد إلى صراع إقليمي بوضوح أهلا وسهلا التحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام ما يجري في النيجر الآن هو خطير وهو مأزق للإنقلابيين في النيجر ومأزق أيضا للقوى الدولية والإقليمية التي كانت ترى في النيجر يعني دولة مهمة بالنسبة لهم على جميع الأصعادة الأمنية والاقتصادية والسياسية كانت النيجر أو ما تزال بالنسبة لهم حصن في مواجهة ما يرونه الإرهاب وأيضا في مواجهة تمدد النفوذ الروسي والصيني وأيضا كمورد ومهم بالنسبة ل معادن اقتصادية نفيسة بالنسبة للدول الغربية وأيضا مشاريع اقتصادية كانت ستمتد من عبر النيجر إلى أوروبا وإلى العمق الأفريقي لينقل الغاز من نيجيريا قرابة 30 مليار متر مكعب من الغاز كان من المفترض أن تلقى من نيجيريا عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا وبالتالي الوضع الآن خطير وفرنسا وأوروبا وأمريكا يتحسبون لفقدان هذه الدولة المهمة بالنسبة لهم طيب أنا أريد أن أفهم سيدة أسماع يعني كي أعي ما يدور هناك سيدتي هل هي عدوى لانقلابات في القرى السمراء خاصة في الجنوب والغرب أو هي نتيجة طبيعية لترد الأوضاع المعاشية والاقتصادية حتى قدرة المواطن على شرائي شيء أصبحت قليلة للغاية يعني أيهم أدق هنا في حالة النيجر نعم يعني هما الاثنان معا بالفعل انقلابات تمت من قبل في مالي وفي بوركينفاس وتغييرات في غينيا كونكري وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى بشكل أو بآخر كل هذه الانقلابات أو التغييرات تغري دول أخرى بالسير على ناج هذا التغيير الذي حدث لكن في الواقع أن هناك أسباب عميقة جدا لهذا الرفض للوجود الفرنسي للوجود الغربي والرغبة في التغيير حتى أن المظاهرات طبعا فيه انقسام فيه مظاهرات تقف مع الرئيس الشرعي ومع الديمقراطية ومظاهرات أخرى تقف مع الإنقلابيين وضد الوجود الفرنسي وترفع لافتات روسيا هناك مشاعر غضب عميقة لدى أبناء النيجر وأبناء العديد من الدول الأفريقية تجاه المستعمر السابق فرنسا الذي يعتبرون أنه اتبع سياسات أفقراتهم يعني بنتكلم عن النيجر الدولة المهمة الغنية باليورانيوم السابع عالميا بالنسبة لهذا الموارد المهم بالنسبة للدول الكبرى الغنية بالموارد أيضا الذهب والبترول والفحم العالي الجودة وغيره من الموارد الطبيعية ورغم ذلك يعيش أقرابة نصف سكانها في فقر المطقع وفي معاناة كبيرة وكانت سوء إدارة بالطبع يعني هو رئيس المنتخب أو المعزول هو ينطبق عليه اللفظ المعزول وهو أيضا المنتخب محمد بازون من معه؟ يعني الحرس الرئاسي ليس معه الجيش ليس معه القوات الخاصة ليست معه من مع الرئيس؟ وأين هو الآن يعني؟ أنا حتى أستغرب هو حينما يدلي ببيانات سواء سياسية أو أي تصريحات من وين يعني؟ ما هي شرعيتها حتى الآن؟ نعم بالطبع يعني الرئيس الذي تم الإنقلاب عليه هو جاء في انتخابات كانت سابقة في النيجر الذي عرفت انقلابات عسكرية متولية هذا كان أول تسليم سلمي للسلطة طبعا يعني هو تم اعتقاله والتحفظ عليه هو أسرطه منذ أول لحظة لكن بقيت في ربما الأيام الأولى وسائل اتصال بينه وبين المجتمع الدولي واتصل به قادة وزعماء وأكد هو ورئيس أيضا وزراءه أو وزير خارجيته عبر بيانات متعددة نشاد الشعب التمسك بالنظام الديمقراطي طبعا يعني حتى من يحاولون التمسك بهذا النظام الديمقراطي سيكون صوتهم أقل خافتا وأضعف في مواجهة من يملكون البندقية هذا من ناحية هناك تعدد قبلي وعرقي وإثني والرئيس ينحدر من قبيلة عربية طبعا هي تعتبر أقلية بالنسبة للمكونات القبلية الموجودة في النيجر لكن الرئيس ما زال يحظى ببازوم ما زال يحظى بالشرعية والاعتراف من قبل الاتحاد الأفريقي منظمة إيكواس من قبل المجتمع الدولي كله يعتبر أن هذا هو الرئيس الشرعي طبعا هو حليفهم في المقام الأول لا يخف على أحد يا سيدة أسماء أنه ربما نيجر هي رقع الآن لصراع قوى كبرى في العالم يعني أمريكا وروسيا والصين كذلك المعسكر الغربي متمثلا في ألمانيا وفرنسا طبعا لكن هناك وقائع على الأرض يا سيدتي هناك حالة من الضغط والعقوبات سواء فردت من الاتحاد الأوروبي أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا ضغوط من وفد الإيكواس الذي يهدد بالتدخل العسكري لكن الزاوية الأخرى ماذا بها بوركينا فاسو ومالي أي تدخل عسكري في النيجر هو بمثابة إعلان حرب أي أنهم مع الإنقلاب طيب هناك برفض آخر أنه السينيجال أول الدعمين في مسألة تهديد الإيكواس ونيجيريا قطعت الطير القهربي التي كانت تمد بها الجارة التي هي جزء من اسمها يعني نيجيريا وكانت تمد النيجر الآن قطعت الكهرباء هل يمكن أن تمتد هذه النيران إن صحت الكلمة إلى مواجهات عسكرية على أراضي النيجر يا سيدتي أو لا الأمر بعيد فضل نعم بالطبع الخيار العسكري أعتقد أنه خيار سيكون مكلف جدا بالنسبة للجميع سيكون له تابعات وليس بالسهولة يبدو أن هناك انقسام في الموقف الأفريقي الجزائر على سبيل المثال هي تعارض هذا التدخل العسكري لأنه جربته من قبل في ليبيا المجاورة وكان له تابعات ضخمة جدا وخطيرة على الجزائر وعلى المنطقة كلها حتى نيجيريا التي قطعت الطيار الكهربائي هي ربما وسيلة للضغط لكنها ترغب في التوصل إلى حل سلمي وليس عسكري هناك يبدو انقسام ما في مجموعة الإيكواس وفي الموقف الأفريقي عموما هم يرفضون الانقلاب ويريدون إعادة النظام الشرعي لكن في ذات الوقت غير متحمسين للتدخل العسكري الذي ستكون له تابعات خطيرة الآن هذه الجماهير التي تنزل في الشوارع أو أتباع من قاموا بهذا الانقلاب كيف ستكون أي عملية عسكرية تقوم بها إيكواس مدعومة من القوى الغربية على ما يبدو أعتقد أن الحل العسكري هو حل صعب وسيكون تكلفة باهزة والأفضل هو أن يكون هناك حل سلمي أعتقد أن الساعات القادمة ستتضح كيف أن هذه الضغوط الغربية والأفريقية وهذا الحصار الذي يتم فرضه شيئا فشيئا يمكن أن يلين جانب الإقلابيين الذين يتشددون الآن في رفضهم للمطالب الغربية والشروط والحصار الذي يفرض عليهم نترقب هذه السواعات المقبلة من القاهرة ضيفة يا سيدة أسماء الحسيني خبيرة أشؤون الأفريقية في صحيفة الأهرام المصرية شرفتين للغاية على شاشة الغد شكرا جزيلا بدأت المحكمة العليا في إسرائيل النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي والتي يدفع في تطبيقها رئيس الوزراء بن يمينة نياهو وحكومتو لإئتلافية يمينية الأمراكس الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة المحكمة치� المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بن يمينة نياهو وحكومته الائتلافية اليمينية الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة في إسرائيل التعديل الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية يفرض قيودا على الشروط التي يمكن أن تعتبر رئيس الوزراء غير لائقا لأداء مهامه أو فاقدا للأهلية وإقالته من المنصب ويريد مقدم الطعن الذين تدعمهم المدعية العامة إلغاء ذلك التعديل محتجين بأن البرلمان أساء استخدام سلطته من خلال تكييفه ليناسب نتنياهو شخصيا معبرين عن خشيتهم أن يشجع هذا التعديل كبار المسؤولين على الفساد ويعتبر أنصار نتنياهو هذا الطعن وطعونات أخرى مقرر الشهر المقبل تدخلا في تفويض حصلت عليه الحكومة الائتلافية التي تشكلت بطريقة ديمقراطية بعد الانتخابات ويروج الائتلاف الحاكم إلى أن التعديلات ضرورية لكبح التدخل المفرط من المحكمة العليا في السياسة بينما يرى المعارضون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي وتسببت أزمة القضاء في إسرائيل باحتجاجات واسعة في البلاد وعمقت الانقسامات في المجتمع وأضرت بالاقتصاد بسبب تراجع الشكل وهبوط حد في استثمارات التقنيات الفائقة كما أثارت قلق الحلفاء الغربيين لإسرائيل نضم إلينا لتعليق من الناصر سيد محمد زيدان البحث في أشؤون الإسرائيلية لين بك سيد محمد على شاشتنا الغد أولا يعني سلسلة طبعا من الطعون ربما لن تنتهي المحكمة العليا بدأت في النظر فيها هل هذا هو أول اختبار أو صدامة سيد محمد بين دوائر الحكم في رأيك أو لا يعني لا شك فيما يتعلق بالتعديلات القضائية هذه الطعم اليوم كان بداية أو الجولة الأولى إذا صح التعبير نتحدث عن سراع واضح المعالم الجهاز السياسي والسلطة التلفزية تريد تقييد السلطة القضائية والآن السلطة القضائية أمامها تحدي بأنها تقوم بالبت في هذه القضايا المتعلقة أيضا في محاولات السلطة التنفيذية تقييد صلاحياتها هناك أربع قضايا مركزية مطروحة الآن على القضاء الإسرائيلي ومن المتوقع أن يتم البت فيها حتى سبتمبر القادم هناك جلسة يوم الثاني عشر من سبتمبر المقبل يعني لو ذاكرة لم تفهمها يعني اليوم كان الحديث عن قضية قانون التعذر وهو ما يتيح المستشرة القضائية عمليا إمكانية عزل رئيس الحكومة لأسباب مختلفة وتعديل القانون يكون بأنه فقط لأسباب صحية وبعد أن يعلن رئيس الحكومة أنه لا يستطيع ممارسة مهامه بمعنى أنه هو من يقرر عزل نفسه ولكن أيضا هناك قضية أخرى قريبة وهي أيضا أن تبث المحكمة فيما يسمى قضية تناقض المصالح لأن نتنياهو هو رئيس الحكومة وهو متهم وبنفس الوقت يكون بالعمل أو التدخل في كل ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالجهاز القضائي الذي من المفروض أن يحاكمه وهناك قضية ثالثة التوجه لإلزام وزير العدل بعقد جلسة قريبة للجنة تعيين القضاء وهو ما يحاول وزير القضاء عدم القيام به هو المسؤول عن هذه الدعوة لأنه يرغب بتعديل توليفة هذه اللجنة أو تأثير على تركيبتها بحيث يريد أن يؤجل انعقابها بمعنى تأجيل الانعقاد يعني تأجيل تعيين القضاء القادمين في الجهاز القضائي والنقطة الرابعة المحكمة العليا النقطة الرابعة هي ما أشرت له وهي القضية الكبرى وهي قضية تلغاء بند المعقولية التي أعلنت المحكمة العليا أنها ستكون في سبتمبر أيضا ومن المتوقع أنها ستكون بتركيبة كاملة بمعنى أن المحكمة ستجتمع بكامل هيئتها 15 قاضيا وهي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العدلة الإسرائيلية التي تجتمع وهذا مؤشر إلى أهمية هذا الأمر ومدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتف الكضام باتخاذ موقف أنا أتفق معه خاصة في ظل الانكسام الحاصل في الشارع الإسرائيل أنا أرغب في تبسيط الأمر للمتابع الكريم يا سيد محمد يعني ما أفهمه أو أعيب بساطة أنها كانت صفق منذ البداية كانت صفق أن يأتي رئيس الوزراء بن يمين تنياهو ببعض الأشخاص المتطرفة أو اليمينية أو الأطراف يعني مثلا بن غفير أو سموتريتش أو غيرهم في هذا الاتلاف الحاكم مقابل أنه يتم تقليص تعيين القضاء أو صلاحيات المحكمة وكذلك مسألة الحفاظ أو تحصين رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء يعني هذه الصفقة أو الثانيات والجنبات هذه الصفقة لم تكن واضحة للإسرائيليين لم تكن واضحة لمن أعطى الثقة لهذه الحكومة منذ البداية بتالي هناك مفاجأة أو لا يعني عزيزي هي ليست صفقة بمقدار ما هي ترجمة لما يحصل فعليا في الشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي منقسم إنقسام حقيقي وهناك تيار يميني وصل إلى الحكم ويرى بهذه الفترة فترة تاريخية يستطيع من خلالها تجسيد كافة أفكار وأيديولوجيته ليس فقط فيما يتعلق بموضوع فلسطين كامل الترابل بمعنى إسرائيل من البحر إلى النهر بهذا المفهوم بمعنى تعزيز الاستيطان ولكن أيضا بحوية الدولة اليهودية والتركيز على الجوانب الدينية والجوانب اليهودية وتطبيق نظام الأبرتهايد بهذا المفهوم الذي يرى به جزءا من نظامه وبرنامجه السياسي الآن هذا التحالف الذي وصل بالتعاون مع الحزب الأكبر وهو الليكون وجد نفسه أمام حركة منظمة من المعارضة وهذا هو الأمر الذي ساجأ يعني عملية المعارضة يعني تقصد لم تكن محسوبة ربطة الفعل يا سيد محمد طيب أنا أتفق معك لكن يتبقى لي القليل من الوقت أنا لو وضعت نفسي أمام المحكمة أو في نفس كرسي القاضي أمام المحكمة قبول هذه الطعون أو عملية رفضة سيد محمد أليس كذلك؟ إذا رفضت مررت هذه التعديلات طيب إذا قابلت الطعون ما هي أوراق نتنياهو الآن؟ يعني فقط للإضافة إلى احتمالات المحكمة المحكمة لديها إما أن تقبل وأن ترفض ولكن لديها والكثير من المحللين القضائي الإسرائيلي تحدثوا عن ذلك في السعادة الأخيرة هو الذهاب إلى حل الوسط بما معناه إصدار أمر مؤقت يجمد القانون ويدعو إلى جلسة موسعة بتركيبة أكبر للقضاء للبت في إمكانية تأجيل تنفيذ هذا القانون بمعنى وهذا كان واضح في النقاشات بأنه قد تذهب المحكمة إلى قبول القانون التعديل على القانون الأساسي الحكومة وتقييد إمكانية العزل أو التعذر ولكن عدم تطبيق هذا القانون على الحكومة الحالية وهذا كان واضح بإشارة من رئيسة المحكمة اليوم التي قالت بأن هذا القانون وضع مأجنة نتنياهو الآن لتأجيل تنفيذه هذا يعني أنه سيتم تطبيقه على الحكومة التي ستأتي بعد نتنياهو أو الكنيسة القادمة والحكومة القادمة وهذا هو الاحتمال الأكبر لأن المحكمة تذهب إلى حل وسط يعني يمنعها من مواجهة جدية مع الحكومة في هذه القضية ولكن دون أن يعني ذلك إنهاء هذا الصراع وهذه المواجهة أيضا في القضايا القادمة التي لا تكفي الأهمية والتي ستكون يعني خلال الشهر والنصف القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا من الناصرة سيد محمد زيدان الباحث في أشؤون الإسرائيلية الشرفتين للغاية على أمل اللقاء سيدي مرة أخرى شكرا جزيلا الحصاد مستمر معكم من الغد بعد الفصل تتابعوه مخاوف بولندية لطوانية من تحركات روسية بلاروسية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطرسي النطر مجددا أهلا بحضراتكم في الحصاد لا تذكر بالملفات والعنوية نقاط يلوح بتدخل القوات اللبنانية حال استمر القتال في مخيم عين القلوة أنصار المجلس العسكري في الناجر يحتجون على العقوبات والكواس تدرس التدخل المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في أول طعن على التعديلات القضائية المثيرة للجدد مجددا أهلا بحضراتكم قال رئيس الوزراء البولندية ماتيو شامورافيتسكي إنه يتم تحريك مقاتلين من مجموعة فادنر العسكرية الروسية بالقرب من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لزعزعة استقرار هذا التحالف العسكري ناتو وبعد لقائه مع رئيس لتواني في شرق بولندا توقع مورافيتسكي أن تزداد هذه الخطوات الاستفزازية على حد قولها روسيا وبلاروسيا تزيدان الضغط على حدودنا وتزيدان من الاستفزازات وعلينا أن ندرك أن تلك الاستفزازات سوف تزداد ويتم ملاحظتها حاليا عبر أراضي لتوانيا ولاتفيا وكذلك أرضنا وهذا ما سيحدث وهذا هو هدف الاستفزازات وهذا هو تخطيط بوتين ولوكاشينكو وهذه الأنشطة من أجل زعزعة الاستقرار ولخلق الفوضى والاضطراب وإظهار ضعف الجناح الشرقي لحلف الناتو ضيفان من موسكو الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي أهلا بك دكتور على شاشتنا الغد كذلك من باريس الدكتور كاميل الساري أستاذ الاقتصاد السياسي في جماعة السوربون أهلا بكم على شاشتنا سأبدأ معك دكتور كاميل وحضرتك في باريس ضعنا في حجم المخاوف الغربية حقا من هذه التحركات الأخيرة الروسية البلاروسية دكتور كاميل ما هي؟ ما حجمها؟ أهلا وسهلا هناك عدة فرضيات من الممكن أن يكون هناك عملية استفتاز وربما زأزعت النظام البولوني من رغم أن البولونيا هو بلد كبير بالنسبة للوتوانيا هي بلد صغير جدا نسمة صغيرة ومن الممكن يعني زأزعت كيانها لما زرتها شخصيا 20 سنة مضت فهناك عديد من الروس من أصول روسية ليسوا روسا ولكن من أصول روسية ويتكلمون الروسية وهناك يعني هؤلاء هذه الشعوب اختلطت هناك كان زواج بين روسيا وليتواني وبروني إلى آخره مفهوم مفهوم ولكن من الممكن أن تكون هناك زعزعت ولكن الهدف في نظري ليس هو الإطاحة بهذا النظام أو ذاك لأن هناك إجماع في هذه البدان على استقلاليتهم بالنسبة لروسيا وهناك عزازات بالنسبة لروسيا ليس هناك تعاطف شعبي مع روسيا في نفس الوقت هناك فرضية أن هاتين الدولتين يودان أن يكسب عديد من المساعدات والدعم من طرف الغرب من الناس فيكون تسعيد في الموقف والقول بأنهم يعني يعني التصريحات أكبر أو أعلى من الأفعال يا دكتور كاميل نعم سأتوقف عند هذه النقطة وأعبرها بعد قليل سأعود لك يا دكتور كاميل دكتور محمود يعني وأنا أعلم أنك صادق في طرحك يا دكتور محمود هو السؤال متى تلجأ موسكو في رأيك يعني أن تستخدم بيلاروسيا سواء سياسيا أو حتى أراضي بيلاروسيا في شن ضربات مباشرة يا دكتور محمود مباشرة هذه الضربات من روسيا عبر بيلاروسيا على ساحل الشرق لحلف شمال الأطلسي متى يعني متى تستشعر موسكو أنها تحتاج إلى هذا الأمر الآن أول شيء سأل أوقاتك سيد الكريم لكم المشاهدين ودفك الكريم طبعا من باريس سأبدأ عندما نتكلم عن بولندا يجب أن نضع نقطة مهمة جدا بولندا هي صاحبة المشاكل والفتن في أوروبا لذلك الزعيم الراحل تشيرتشيل سماها باللغة الإنجليزية قال بولندا يعني بولندا هي ابن آوة في أوروبا يعني نعلم ابن آوة هو يأكل الفطائس دائما وراء الملوك وراء الأسد والنمر يعني لماذا قال هذا الكلام لأنه دائما تشعر الفتن فضل هذا كلام واقع وأنا موافق معه دائما تخترق المشاكل والفتن للتسول السياسي ليس هناك أي خطر الآن يعني يقول لك مئة عنصر فاغنر دخلوا وتسللوا يعني مئة عنصر ماذا يستطيع أن يفعلون والذي ما يتسللون هناك اختراق جوي لطائرتين هوليكوبترين خفيات لا محد يراهم غير الطرف البولندي هو عبارة عن فكر احتكار أو نوع من أنواع التسول السياسي بولاية المتحدة الأمريكية لذلك بولاية المتحدة الأمريكية اليوم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال يعني للبولنديين ليس هناك أي تفعيل للمادة الخامسة ليس هناك أي اعتداء يعني وضع البولنديين مكانهم أما بالنسبة لسؤالك سيد الكريم سؤالك جدا مهم روسيا وضعت عدة نقاط لما يسمى خطوط حمر في حالة أي حصلت هذه الخطوط الحمراء يمكن لبين روسيا التدخل ويشتعل الجناح الجناح البلاروسي البولندي في النزاع المباشر أو الحرب المباشرة بين حلف الناتو وروسيا متى هذا الوقت؟ الوقت هو عندما يتعدى القطوط الحمراء يعني أول شيء إذا شعرت روسيا بالتفكيك ما يسمى الداخلي ثاني شيء إذا شعرت أيضا ذلك من روسيا باعتداء خارجي آخر شيء عدم يعني عدم ظهور طائرات بسطعش في السماء الأوكرانية لأنه هذه الطائرات ستخرج من الأمر الواضح ستخرج بمطارات بولندا إذا خرج المطارات بولندا هذه الطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية فيمكن تشعيل الجبهة البولندية البلاروسية في حالة واحدة فقط إذا خرجت طائرات البولندية من مطارات إلى سماء أوكرانيا يمكن لأنه يمكن أن نقول أن بدأت المواجهة جيد يعني هذا خط أحمر طيب وبدأت بدخلت للعلم دكتور محمود هناك يعني طائرتين من بلاروسيا حلقتها على ارتفاعات منخافضة دكتور محمود في الأجواء البولندية يعني هذا بس قرب شيء يذكر سيد الكريه هذا بقت خفيات لا لا هذه الطائرات لم تطير بس فقط بولندا رأتها لم تنصدها أي دولة يعني لم تدخل الأجواء أو دخلت الأجواء دكتور محمود دخلت أو لا لم تدخل لم تدخل الأجواء لم تدخل الأجواء البولندية هذه معلومة جديدة يعني لماذا بإذن روسيا بإسترزاز بولندا لكن لدي وقاء على الأرض دكتور محمود لدي وقاء على الأرض سوف أعود إليها معك الآن لكن دكتور كاميل طيب إذا كانت بولندا التصريحات أعلى بكثير من الأفعال شو المقابل يعني إذا كانت تذهب إلى مسألة معطيات أو أخد دعم من ناتو أو من المعسكر الغربي ما الذي سوف تقدمه هي في المقابل دكتور كاميل أولا أن بولندا لا تود فقط ابتزاز بين قوسين بين ضفرين الغرب وخصوصاً الولايات المتعدة فهي تود كذلك أن تحظى بتموقع وكذلك باهتمام كبير للغرب للقول أن بولندا هي التي تدافع على المصالح مصالح الحلف الأطلسي ومصالح الغرب وهي الواجهة هي المتاخمة بالنسبة هي الملاسقة المتاخمة نعم ولكن ولكن لا ننسى أن بولندا هي كذلك من الدول التي تدفع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي إلى تسعيد وتشديد العقوبات على روسيا فهي القطب المهم لشن هذه الحرب يعني الإعلامية والديبلوماسية والمالية والنقدية والاقتصادية ضد روسيا ولكن لأن البولنديين لا ننسى أن لما زرت بولندا كان هناك تناو في السلطة رجع ما يسمى بالحزب الشيوعي ولكن بدل الإسم ولو كان هؤلاء الزعماء يعني يودون الاشتغال وكذلك أن يكون هناك علاقات عادية مع روسيا ولكن الآن نحن في حكومة متطرفة يجب كذلك أن بولندا لم ليست بالبلد الذي عنده يعني أفكار وعنده كذلك رؤية استراتيجية منذ إنهيار تحديد السبياتي فدائما تكون تقلبات ولكن الآن نحن وهذا ليس فقط في بولندا في غاريا في عديد من البدان هناك سعود للوطنية للشوفينية والخطاب الخطاب لا يتوجه فقط إلى القرب يعني حضرتك أعلم من يا دكتور كاميل أنه الخطاب يزداد حتى في القرى القديمة أوروبا كذلك الطيار اليمين واليمين المتطرف ليس حتى يمين الوسط لكن سؤال الأخير يا دكتور محمود يعني أنا أضع أمامي الخرائط وربما بيلاروسيا تقع على بعض كيلو مترات من كييف وكذلك الأسلحة النووية التكتكية كما أعلن رئيس روسيا فلادمي بوتين ذهبت إلى أراضي بيلاروسيا مجموعة فاقدان كما أعلن أيضا الجانب الروسي تم تصدرهم إن صحت الكلمة إلى أراضي بيلاروسيا طيب السؤال الآن لماذا لا تقوم بيلاروسيا بشأن هذه الضربات في الوقت الراه ليس في المستقبل القريب الآن يا دكتور محمود ما الذي يمنعها الجنود موجودون إذا جنت الهجوم يعني نحن في حرب عالمية تالتة هذا أمر بهم جدا يعني العدداء على الدول بحلف الناتو يعني شعلت الحرب العالمية التالتة والحرب النووية فلماذا بيلاروسيا تقوم بذلك يعني صحيح في أسلحة نووية تكتكية موجودة ولكن تحت إشراف روسي فلا يستطيع الرئيس لوكاشيو إلا بقرار على أساس العقيدة النووية الروسية فقط يمكن أن تعمل هذا السلح ولكن خلينا نعود من مدة أسبوعين كان كلمة الرئيس بوتين حدد الطموحات البولندية كما قلت في بداية اللقاء لما يزع قلت إبن آوة لأن بولندا شعرت أن أوكرانيا ماتت سياسيا وأصبحت غير موجودة على الخريطة السياسية مستقبلا يعني شعرت أن يمكن مستقبلا تكون لذلك تريد ضم المناطق الغربية من أوكرانيا بالإضافة نعلم جيدا هناك المناطق الغربية في بلاروسيا تاريخيا هي أراضي بولندية لذلك الرئيس الروسي وضع الخط الأحمر قال إذا تريدون أن تأخذوا المناطق الغربية ونخونا في أوكرانيا فأخذوها ولكن بلاروسيا خط أحمر سنقوم بكل ما يجبه وهذا القدر من تلك من أسلحة توقف عند الخط الأحمر حتى ندافع عنها المشكلة في الطموحات السياسية لبلندا طبعا هذا يعود بنا إلى بداية الحديث التصريحات أعلى بكثير من الأفعال أشكركم من موسكو الدكتور محمود الأفاند الأكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا كذلك من باريسا الدكتور كاميل الساري أستاذ الاقتصاد السياسي في جماعة السربو ليت الوقت معي كنت أود استكمال النقاط شكرا جزيلا لكم نقاط يلوح بتدخل القوات اللبنانية حال استمر القتال في مخيم عين الحلوان أنصار المجلس العسكري في النيجر يحتجون على العقوبات وإكواس تدرس التدخل المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في أول طعن على التعديلات القضائية المثيرة جدا للجدال دوما في أمان الله إلى اللقاء